بعد تعرض المدينة للدمار الهائل وتهديد سكانها بالقتل والتنكيل من قبل عناصر تنظيم داعش جاء تحرير قضاء سنجار وبعشيقة ليرسم أملاً جديداً لأبنائها الذين يعتزمون عقد ورش تثقيفية في أربيل للشباب لحثهم على العودة وبناء مستقبل مشرق وعودة الحياة بشكل طبيعي إلى هذه المدن وتجاوز المرحلة المظلمة التي عاشوها مهند محمود كان مع الشباب بهذه الورش وكان هذا التقرير تحررت الموصل وعلى أطراف مدنها ترك الذكريات سنجار وبعشيقة وقصص ما زلت تدور مأساتها في بال من اختصبت ابنته أو زوجته أو من ذبح لأنه كان يزيدياً عراقياً ليس إلا هنا خلف الدمار تحريراً بدماء عراقية قد تحتاج إلى المزيد من الثقة لتعود بعد تحرير الموصلين من أول ما ترجع إلى المنطق راح تحس بك أبش وتشوف اختلافية بالأوضاع بس مع الوقت راح تأقلم مع الوضع التوماتيكيين راح تشوف هذا راح تشوف ذاك حتى أقلم يوم نتيجة إيجابية إن شاء الله مستقرين الحمد لله بس يعني بعد ما ماخذين الحرية اللي إحنا نريدها الأمن اللي إحنا نريدها من الحكومات نريد نعم من الأحزاب اتفاقيات يعني أي اتفاقية تضمن مصلحتنا إن شاء الله الأيزيديون يأملون خيراً بالقادم هكذا بدى المشهد لمن تحررت قره ومدنه وعدل يبني من جديد وعلى لسانهم نحن عائدون المشاكل الأكبر اللي يعاني منها المناطق سهل نينوى هي غياب الدعم الحكومي لمناطقنا وإضافة إلى تدمير الكامل وعدم تعويض المتضررين والعائدين إلى هذه المناطق وغياب أي دول حكومي من خدمات ومياه وكهرباء وكل الأمور الخدمية بشكل عام اليوم بدأنا بالورش الثقافية لتدريب شباب سهل نينوى من كافة المكونات وتثقيفهم على تحليل الصراع وحل الصراع والنزاع وهذه التوترات إلى ذلك تبقى آمال الأيزيديين ومثلهم بقية المكونات معلقة بانتظار قادم عنوانه البناء نحو الوطن بعد العودة تحرر العراق من الإرهاب وخلصت الحكاية إلا أن مأساة الأيزيديين ومن نجى منهم ما تزال عالقة في أذهانهم متطلعين لغد مشرق علّه يجمع العراقيين مع بعض في وطن واحد لقناة الفلوجة مهند محمود أردن